هذا وينعقد قادة دول مجلس تعاون لدول الخليج العربية في قمتهم السنوية 37 والمنعقدة في مملكة البحرين وسط تحديات سياسية وأمنية بالغة الدقة فرضتها الأزمات والنزاعات في المنطقة نعم وفي ضوء تزايد هذه التحديات وانعكاساتها على دول الخليج تأتي هذه القمة الخليجية حافلة بالعديد من الملفات الساخنة التي تجاوزت الأهمية الإقليمية إلى الدولية تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من السادس إلى السابع من ديسمبر الجاري القمة الخليجية السابعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي والتي تحظى باهتمام واسع خليجيا ودوليا نظرا لحجم التحديات والتطورات المتسارعة التي تواجه دول المنطقة في الفترة الراهنة فضلا عن طبيعة الملفات المتوقع طرحها للنقاش ويناقش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في جميع المجالات تجسيدا للروابط التاريخية والمصيرية بين قادة وشعوب دول المجلس وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ذكر في تصريحات صحفية أن القمة الخليجية التي ستعقد في البحرين تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة وما تشهده من تحديات تحتاج إلى التشاور وتبادل الرؤى لكيفية مواجهة التحديات في المنطقة وقال إن جدول أعمال القمة سيكون حافلا بالعديد من الموضوعات والملفات منها ما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك في جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن جدول الأعمال سيبحث كذلك القضايا الإقليمية والصراعات الدائرة فيها وعلاقات دول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وعلى المستوى الأمني تبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودا حثيثة لمواجهة التهديدات الإرهابية كما تواجه دول المجلس تحديا أمنيا كبيرا يتمثل في التغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها بعض دول المنطقة مثل اليمن وسوريا وعدم استقرار الأوضاع في العراق إلى جانب القضية الفلسطينية التي ظلت دوما على أجندة اجتماعات القادة وإدراكا من قادة دول المجلس بأن الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المجلس لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة وانطلاقا من المبدأ الراسخ بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ صدرت توجيهاتهم السامية لوزراء الداخلية بدول المجلس بالاتصال والتنسيق لعقد لقاء للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء إن انعقاد القمة الخليجية السابعة والثلاثين في رحاب مملكة البحرين سيسهم بلا شك في تحقيق المزيد من إنجازات العمل الخليجي المشترك وسيضع مجلس التعاون الخليجي أمام مرحلة جديدة من مراحل التطور النوعي الكبير الذي ينتظره مواطن دول المنطقة بأسرهم ويمضون قدما لتحقيقه أملا في بلوغ حلم الاتحاد والتكامل الشامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر